موضوعنا هو موضوع السعادة من خلال العطاء تحقيق السعادة كيحتاج واحد طرق اللي هي كيعتمدها كل شخص باش يحصل على السعادة السعادة هو أمر اللي تنشتغلوا عليه اللي تنعتقدوه واللي تيكون عبارة عن مشاعر كذلك لكن هاد المشاعر وهاد الاعتقادات هاد الأفكار السلوكات بالضرورة أنه كل واحد يعرف شنو هي المفاتيح ديالها وكيفاش ممكن أن يوصل هاد السعادة من خلال هاد الأمور فلما كنت تكلموا عن العطاء العطاء شي حاجة ليه أساسي جدا في حياة الإنسان ككل سواء كان عطاء بطيب خاطر أو لا كتلقى ناس سيعطيه ولكن مش يسعادة وكتلقى ناس اللي ربما ما تيعطوش وعندهم واحد الجزء من السعادة وكي الناس اللي هما بطبيعة الحال تيعطو واحد العطاء اللي تيخليهم سعادة عموما العطاء هو موجود موجود في حياة كل إنسان لكن يتقول لك أنا تندير الواجب فهذا نوع من العطاء لكن هو نظرة دياله للواجب كتبقى على حسب المعتقد دياله وعلى حسب المشاعر اللي جلبها نفسه وعلى حسب الفكرة اللي تياخدها على ذاك الواجب مثلا فهذا نموذج جبناه لأنه كان بعض الناس اللي تيقول لك ومشي دائما العطاء سيعطيه السعادة هو العطاء قسمين كان قسم معناوي وقسم مادي القسم المعنوي بطبيعة الحال هو واحد القسم اللي هو أساسي في حياة كل مجتمع وحياة كل إنسان وحياة كل فرد بحيث أنه إلى ما كانش المستوى ديال المعنويات حاضر فيها تفاعل ما بين الأطراف وما بين الأفراد وما بين الأشخاص ما يمكنش الإنسان يستمر في هذه الحياة لماذا؟ لأنه استمرار حقيقي الإنسان والعيش الحقيقي الإنسان والحياة لما تقولوا حياة را كين فرق ما بين الحياة ما بين العيش تقدر إنسان يكون غير هو غير عايش كيف تيقولوا غير مع الدين وكين إنسان اللي تيحاول يشعر بطعم الحياة الجميل يحاول ما أمكن على أنه يستشعر هذا الطعم الجميل اللي الله سبحانه وتعالى بغى أننا نستشعره في هاد دنيا وفي هاد الحياة فالجنة أو الطمع دينا أو الطموح دينا الجنة هي كتكون في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل العليا كما تقول ابن القيم من لم يضق جنة الدنيا لم يضق جنة الآخرة فخصك أنت تستطعم واحد الجنة عندك هنا في الأرض واحد السعادة اللي ممكن أنه تحققها لنفسك في هاد دنيا فبالتالي أنت مومن إنسان اللي هو خير وبالتالي كتعطي أشياء عديدة فبالتالي كتستحق السعادة لكن قلت الفرق في أنت يكون هو أنه لما بعض الناس سيعطوه ما تيعطوش بنظرة إيجابية وحتى الناس لهم تياخدوا أحيانا تياخدوا بنظرة سلبية بمعنى أنه كين الناس اللي تقول لك لا لا أنا بالنسبة لي السعادة هي الأخذ بالنسبة لي السعادة هي نحقق ونحقق وناخذ 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 وما تفكرش إطلاقا في العطاء أو لما تيكون عنده واحد العطاء تيكون واحد العطاء قاصر قليل بزاف في حين علاش هدش بطبيعة الحال لأنه تعتقد أنه ما يمكنش غدي يكون سعيد مع العطاء في حين أنه كين وحد الوعد من الله عز وجل على أنه اللي سيعطيه أره الله سبحانه وتعالى تيحقق له السعادة واللي سيعطيه ربي سبحانه وتعالى سيعطيه من نفس جنس العمل إذن لما كنتكلمه على واحد العطاء اللي هو معناوي وكين عطاء مادي العطاء المعناوي فيه عطاء من الله عز وجل لما كتعطيه ما هو معناوي لما كتكون إنسان اللي كتساعد الناس إنسان اللي كتقدم الخير للناس إنسان اللي كتقدم سواء المقربين سواء المجتمع ككل ناس كتسعرفهم أو لما كتسعرفهم شراكين واحد الرابط بينك وبينهم ممكن واحد الروابط بينك وبين هاد الناس اللي هي إما تقدر تكون دينية إما وطنية إما إنسانية أو أي إن كانت الاعتبارات ففي جميع الأحوال أن العطاء دائما فيه الخير هذا على شو تنقوا النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دائما العطاء ديالك اللي فيه الرحمة تيرجع لك أضعف مضاعفة اللي هي فيها رحمة الله سبحانه وتعالى اللي هي ما تيضاهيها وما كيكونش بحالها حتى شيء رحمة فإذن دائما عندنا نوع من الكارما إلى صح التعبير بطبيعة الحال أنه شيء اللي كتنفق منه سواء كان معنوي أو ما ديت يرجع لك فقط خصي يكون عندك جوش الأمور يكون عندك نية العطاء بأنه شيء يساعدك بأنه شيء اللي هو غايز يزيد في ميزان السعادة ديالك وميزان الحسنة ديالك ثم تانيا تفتح باب باب التقبل ديال الخير اللي غايجيك يكون عندك يقين على أنه مدام درتي الخير غتلقى الخير إذن هنا التقبل أو الاستقبال ديال العطاء را هو شيء مهم جدا باش تكون ساعدة هنا علاش تكون بعض الناس يقولك واعي هنا ما نعطاه ولكن احنا ماشي سعادة إذن هنا غتراجع شنو هي النظرة ديالك انت العطاء باش مني يا كسعطي واش كسعطي فقط غير باش الناس أنهم يكافؤوك أو لكسعطي لمعتقد أكبر وأعظم اللي هو فيه يعني الخيرية ديالك في هذه الدنيا والاستخلاف ديالك في هذه الأرض وأنك كتعطي باش تاخد الرضا لله إذن هنا غت تاخد السعادة ولو ما يعطيها لك شي واحد ما يكافأكش بها لكن غتستشعر واحد السعادة اللي هي رمزية اللي غادي تحس بها بأن ربي عز وجل اللي ردي عليك وربي سبحانه وتعالى لما عطيتي غادي يعطيك غادي رحمتي غادي رحمك نفقتي غادي ينفق عليك عز وجل ساعدتي الناس إن الله في عوني العبد ما كان العبده في عوني أخي طور أنك نتكت عون إنسان الشكلة يولي أنت كيعونك ما غاديش يولي غيذك الشخص اللي غادي يعونك الله تعالى ولما تعون الله تعالى مكان سوئلوش كيفاش وما يمكنش وكيا نغيه هذا الشخص لا يقدر الله تعالى يصخر لك شي ناس اللي ما تكونش متوقع انهم غاي يساعدوك يقدر الله تعالى ما يصخرش لك ناس يصخر لك ملائكة يقدر الله تعالى يقضي لك ديك الغرض في الغيب انت متعرفش كيفاش حتى تقضى تغمض عينك تحلى عينك تلقى غرض تقضى فإذا الاعتبار دي الله عز وجل في قضاء الحوائج أولى في هذا الأمر اللي لما كتعطيه أنت معنويا تعطيك الله تعالى فربما ما غاديش يبلغ تفسير تفسير المعقول أو للمفهوم المعروف عند الناس لكن كين واحد العطاء اللي هو إلهي عطاء رباني اللي ربما غا تعجز على أنك تفسره. ثم على المستوى المادي العطاء لما كنتكلمه أننا محتاجين في مجتمعنا ومحتاجين في الأسار ومحتاجين في العلاقات الأسرية في العلاقات الزوجية في علاقات ما بين الأبناء والآباء ديالهم ما بين الناس في المجال ديال الخدمة. في الخدمة خلص يكون عطاء في المجال المهني خلص يكون عطاء إلا ما ساعدتيش الزميل ديالك وساعدك الزميل ديالك وساعدتي الرئيس والرئيس ساعدك حتى أنت ما يمكنش نسميه نفسنا بشر ما يمكنش نسميه نفسنا إنسان ما يمكنش نسميه نفسنا الناس اللي عندهم قيام وعندهم مبادئ وعندهم أخلاق وعندهم محضرة كيزة دينية اللي كي تسندع لها وإلا غايكون ديكشيري كلام في كلام والله تعالى ما ما تبغيش منه لأنهم كنوا فقط أننا غايكا نتكلموا بلا ما نعملوا فإذا لما قلنا أنه كان هذا المجال المعنوي كان واحد المجال المادي مجال المادي لكان فيه العطاء وبغيتي أنك تاخد السعادة من العطاء المادي فكون على يقين أنه باب كبير وباب مفتوح وباب خير لأجل السعادة الله تعالى عز وجل دائما تيوعد على أنه اللي تينفق تخلف له وما تنفقه من خير فلأنفسكم هذا اللول كيفاش لأنفسكم لأنفسكم هاد الخيرية ديال الإنفاق بحيث أنها غيرت ترجع لك بالسعادة غيرت ترجع لك بالأجر وغيرت ترجع لك من جنس العمل نفقتي غيرت يعطيك الله تعالى أضعاف مضاعفة وما أنفقته من شيء فهو يخلفها فهو يخلفه إذن لما تخلف لك الله تعالى هذا الأمر أو لديك المال اللي نفقتي أو لديك الحوائج اللي اعطيتي أو لأي شيء مادي فالله عز وجل سيعطيه لك أضعاف مضاعفة وترجع لك أضعاف مضاعفة سبحانه وتعالى وتقول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير هدي آية مجملة فيها الخيرية في كل حاجة أي خير نفقتي منه عندك مثلا أنت واحد العلم هذا العلم كانت نفق منه ربي سبحانه وتعالى تيبرك لك في العلم ديالك سيعطيه لك ترجع لك ذاك العلم أضعف مضاعفة كيزيدك علم معرفة كيولي عندك واحد رصيد معرفي علمي بحال الطلبة لما تساعدوا بعضهم لما تساعدوا بعضهم لما تساعدوا ليداتكم على أنهم يساعدوا اللي ما فاهمش وما يخدوش المعلومة المعلومة احنا ما كنا نحتكرهاش لأن هذا العلم دي الله سبحانه وتعالى تقول الله هو يعلمكم الله والله تعالى هو العليم الحكيم فبتالي أي علم تعلمتيه حاول أنك تعلم وعرف أنه لما تتعلم أرى ما شيء غادي يكون عندك مثلا الناس اللي هما غادي ينفسوك وغادي ينقصوا من شأنك لأبدا وسبح الله العظيم يعني كدراسات كتكون على أنه الناس أو للطلبة أو للأشخاص اللي تعلموا أشياء مؤينة كترصغ في الدين ديالهم بناسبة ديال 90% بخلاف أنهم يلقروا هغي بوحدهم أو حاولوا أنهم يرجعوا بلا بجموعة أو لا كده اللي تعلم صبح الله العظيم عنده واحد للقوة يعطيها له الله تعالى فكترصغ المعلومات في الدين دياله أكتر وأكتر إذن لما تتكلموا على هذا المجال هذا ديال العطاء مجالي هو رائع جدا وحتى الدراسات العلمية اللي هي تابتة في بعض الجامعات في كلية هارفورد ديال الأعمال دراسة بينت على واحد النسبة مئوية من الأمريكيين أن العطاء وأن الأشخاص اللي كانوا تيعطيهم حصلت لهم واحد نوع من التفاعلات النفسية أدت بهم للسعادة وكانوا تينفقوا كانوا تيعطيهم من فلوسهم هنا عطاء مادي بالخصوص الدراسة كانت على عطاء مادي أن هذك الأشخاص اللي كانوا تينفقوا حصلوا على سعادة وحصلوا على راحة نفسية بالمقارنة مع الأشخاص اللي ما كانوش تينفقوا ما كانوش تيعطيهم ماديا رغم أن هذك الأشخاص الأولين اللي كانوا تيعطيهم كانت عندهم يعني واحدة رواتب اللي هي متوسطة أو مختلفة فالأمر ما كيتعلقش بش حال كاتقادة انتاو شنو عندك لا نفق من اللي عندك وهذه الشيرة بطبع الحال احنا راه تنعرفوه الحمد لله كم سلمين وتنعرفوه القيمة ديالإنفاق وتنعرفوه القيمة ديالإعطاء فإذا دائما شفتين نفسك أن السعادة عندك نقصة قلب على الأشياء اللي تتبلك أنها عندك انتا فيها فائد أو لا فيها حد معين وكتعرف الأشياء فانتنفق من ذك الشي اللي عندك ومذيك الأمور اللي رأنتك تتقنها والأمور اللي كتعرفها أولو القليل اللي بيصلع وصمت يقول باللي هو عني ولو آية غير شي حويجة بسيطة انتا معلومة كتعرفها بلغها الآخرين النبي عليه الصلاة والسلام تقول أو كما ورد في الأطر يعني مسألة ديال العطاء ومسألة ديال الإنفاق ومسألة كذلك ديالتبادل ديال المعلومة وقابل المعلومة لا خير في قوم لا يتنصحون ولا يقبلون النصحة إذن الخيرية قد تكون دائماً في أن الإنسان سيكون قابل النصح وأن إحنا بالمجتمع ديالنا وفي المجتمع ديالنا إلا مصلحنا ش بعضنا البعض وكل واحد تكلف على أنه يكون سبب الإصلاح ويصلح نفسه بطبيعة الحل أولاً ما يمكنش أنه نحققه واحد السعادة المجتمعية وما يمكنش أننا نحققه واحد الأمور اللي كان طمحوليها وما يمكنش نصلول واحد الآفاق اللي إحنا مازالين كانت طلعوا لها إذن حاولوا ما أمكن على أنه كل واحد يعمل على أنه يعطيهم الأشياء اللي كيمتالكها والله تعالى غادي يبارك والله عز وجل غادي يصر الأمور وغادي يحقق لنا السعادة اللي كان طمحوليها مرحباً مرحباً